يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا يا أهلا وسهلا مع مباراة لا تنسى وهذه المرة هي مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي وساندونز 2001 هيكون ضفنا في هذه الفقرة الكابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي في هذا التوقيت في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات بنبدأها بسؤال حضراتكم على صفحتكم مساء الأنوار على الفيسبوك السؤال يعني متعلق بالحكايات اللي على السوشيال ميديا اللي ومين دول باختصار كده رأيك في موضوع أحمد فتح من غير ما قرألكم كده نص السؤال يعني رأيك في موضوع أحمد فتح أحمد فتح والمفاوضات معاه أحمد فتح هأجل أحمد فتح هرد عليكم بعد 48 ساعة أحمد فتح يخلع منه وكيل أعماله نادر شويق ويقول أنه هو لم يصبح حتى في هذه اللحظة وكيل أعماله ثم البيان بتاع أحمد فتح اللي هنقوله بعد قليل باختصار كده رأيك في الحكاية رأيك في حكاية أحمد فتحي ورحيله من النادي الأهل بما أنه طبعا قبل ما أتكلم في موضوع أحمد فتحي ويقول لكم كل الكواليس الخاصة بهذا الموضوع كالعادة كلمتين اللي بنقولهم كل مرة خلال حكاية الكورونا دي طبعا هذه الفترة ويمكن الإسبوع ده بالذات أو التمن تسعة يام دول زي ما منظمة صحة العالمية قالت هم أهم وقت فيما يتعلق بفيروس كورونا لأنه هو وقت الحضانة بتاعته فإذا ما تمسكنا بمشيئة الرحمن ربما ينقضي هذا الأمر ما ندلوش فرصة للمادة اللي يتغذى عليها ويتكاثر عليها وهي رئة الإنسان هو لا يستطيع أن يتكاثر ويكبر وينتقل إلا من خلال الرئة ومن ثم وجودنا في البيوت بعدنا عن التقارب زي ما بقوله التباعد الاجتماعي تطهير إيدينا باستمرار إذا كان حد لا سمح الله عنده الفيروس ما نقربش منه كل هذا الموضوع إذا حد عنده أعراض الكورونا لابد أن يتصل فورا برقم 105 105 عليه 200 موظف يعني 200 موظف يستطيعوا أنهم يردوا على 200 متصل في نفس التوقيت عايزين كلنا نبقى معانا هذه التعليمات وزي ما بقول كل يوم وهكرر كل يوم ما نصحكش وما نصحكيش بأن طول اليوم تعدوا قدام الأخبار عشان تتابعوا كورونا إحنا زي ما قلنا بالنفس التعليمات وحفظناها كلنا عن ظهر قلب خلاص يبقى إحنا ملناش فيه زي ما بقول كل يوم وهكرر الجملة دي كل يوم ملناش فيه يعني إيه ملناش فيه يعني لا هنقدم ولا هنأخر لا هنقدم ولا هنأخر يبقى إيه اللي يخليني بقى كل يوم إيطاليا حصل فيها إنجلترا مش عارف إيه أسبانيا إيه ميركل إيه ترامب إيه ماكرون إيه مش عارف مين إيه كلام ده كله إحنا ملناش فيه فحاول إن إنت عشان إنت قاعد في البيت دم قول إنت أقصد إنت وأنت يعني وقاعدين في البيت طبيعي فمتعشوش حالة الكورونا طول الوقت خلاص إنتوا عملتوا كل التعليمات وعملنا كل علينا والأمر بيد المولى سبحانه وتعالى الأمر بيد المولى سبحانه وتعالى من الأول ومن الآخر فنوع بقى نوع في مشاهداتك تفرج على فيلم عربي حلو كنت من هوات الأفلام الأجنبية تفرج تفرج على ما تشكورة قديم تفرج على إذا كان عندك ما بتعب بتجيب أفلاق بتاع دم مباريات أجنبية قديمة اتفرج أو جديدة طبعا اتفرج يعني نوع 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 ما تبقاش محصور وحاصر نفسك في حتة واحدة المسمى بالكورونا وإلا هتتعب وأنا شخصيا بعمل كده وأنا قلت لكم مرفة أنا كده في بيتي بعمل والله أنا مبارح وقسم لكم كمان بالله مرة تانية من الساعة تمانية تمانية وشوية اشتغلت أفلام أجنبي بقى زي الفل زي الفل خلاص بقى لكن هفتح طول اليوم ايه كورونا ايه ايه هتعب تمانا وان شاء الله بإذن الله هي غمة وستزول هي غمة وستزول مر العالم على أوباقة كثيرة قبل كده وتعافى منها بفضل الله وهناك جهود مضنية في العالم كله لطبعا تصنيع يعني حبوب أو كده أو كده مصل والوقاح مصل والوقاح ان شاء الله بإذن الله ويصل العالم بإذن الله ونتخلص ان شاء الله من هذا الفيروس اللعين ويبقى احنا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذا الوباء برغم مشاكله الكبيرة وصعوبته لكن مؤكد لازم نطلع كلنا بدروس مستفادة على مستوى العالم طيب نروح بقى لحكاية أحمد فتح قبل ما احكي لكم الحكاية بالتفصيل وبمنتهى الدقة لأنه عندنا كل التفاصيل الدقيقة الدقيقة جدا نقول مشوار أحمد فتح أحمد فتح بدأ في نادي بنا كناشئ وبعدين انتقل وهو ناشئ إلى النادي الإسماعيلي عام 2000 في النادي الإسماعيلي وهو عنده 16 سنة كان وخلاه في منطقة النجومية هو وجوده مع النادي الإسماعيلي زي ما قلت لكم جيم من ناشئين بنا عنده 16 سنة الولد لموهبته العالية لعب في النادي الإسماعيلي مين اللي استاده؟ محسن صالح كابتا وسبحان الله هو اللي بدأ معاه وهو اللي نهى معاه بدأ معاه محسن صالح مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي ونهى معاه رئيسا للجنة التخطيط بالنادي الإسماعيلي يعني نفس الوجه اللي استقبله هو نفس الوجه اللي ودعه يعني من مفارقات الحياة وهو كابتا طبعا محسن صالح جابه كابتا محسن صالح وهو عنده 16 سنة من نشيء النادي الإسماعيلي حطه مع الفريق الأول عند 16 سنة و4 شهور بالزبط لعبوا مباراة الإسماعيلي والقناة 2001 استمر أحمد فتحي مع النادي الإسماعيلي 7 سنوات متصلة 7 سنوات ب8 مواسم كان أكثر من رائع مع النادي الإسماعيلي وموهبته كانت واضحة وساطعة للغاية ايه اللي حصل في مسألة التجديد وكلام موثق 100% اللي بنقول 100% بقى 100% كنش متأكدين أو بنقول طيب طبعا ما جات لجنة تخطيط تقول ان احنا هنعمل جلستين للتجديد جلسة هيبقى فيها شريف إكرامي وحسام عشور وجلسة فيها وليد سليمان وحمد فتحي وانا سعادة قلتلكم انتوا فاهمين فاهمين يعني ايه؟ يعني حسام عشور وشريف إكرامي ما لهمش فيها مش هيكمله في النادي الإهل الناحية التانية وليد سليمان وحمد فتحي الرغبة قائمة وكبيرة لتجديد ليهم في النادي الإهل وليد سليمان جدد الراجل جدد ومضى سنتين وزي الفل و11 مليون جنيه في الموسم الواحد زي اللي بنا يبريكلوا واعلانين أو حاجة زي كده طيب كلموا احمد فتح عشان ييجي يحضر الجلسة بعد وليد سليمان في نفس اليوم قال لهم أنا برق قاهرة وكلوا حضركم وعرفين القصة دي طبعا وادوني 48 ساعة وهاجي وبتاع بعد 48 ساعة قال لهم هبعث لكم نادر شاوي ده في الجلسة الأونية فنادر قال لهم ما ينفعش لازم اللعب ما موجود فاتأجلت الحكاية كلها للجلسة التانية 48 ساعة راح أحمد فتحي وراح نادر شاوي أحمد فتحي كان متفق مع نادر شاوي إن هو يعرض طلباته قاعدوا واتفقوا وعرض نادر شاوي الطلبات اللي هو كان مفترضاً إن هو متفق فيها مع أحمد فتحي اللي هو التجديد لموسمين 11 مليون جنيه هيعملوله خالية الضرائب خالية الضرائب هيعملوله إعلانين أو حاجة زي كده هيحمل شارط الكابتن للنادي الأهلي ويضمن مكانة أساسية طبعاً في الفريق دي كانت الاتفاقات اللي كانوا متفقين عليها وبالتالي النادي الأهلي طبعاً الأهلي عايزت دي لأحمد فتحي زي وليد سليمان 11 مليون خلاص تمام قال لهم طب الدوني 48 ساعة وفكر بالرغم وفقاً لنادر شاوي وكيل أعماله إن هو كان متفق معاه قبل الجلسة على ده طبعاً 48 ساعة دي حصل في إيه أكيد أنتوا عارفين حصل اتصالات بنادي بيرامت ونادي بيرامت هنا غير ملام على الإطلاق عشان يبقى فاهمين الكلام نادي بيرامت من حقه إن هو يجلب أي لاعبين أكفاء يرى أن هما هيدعموا فريقه عشان محدش يوجه إطلاقاً إطلاقاً حدش يوجه أي لوم لنادي بيرامت إطلاق عادي جداً لو النادي الأهلي طلب رجب بكار مثلاً لأن وجود أحمد فتحي ربما لا يشارك رجب بكار من حق النادي الأهلي إن هو يتكلم مثلاً أنا بقول مثلاً يعني ورد أمثلة عشان ما نلومش لنلوم البيرامت في حتة دي ولا نلوم الأهلي لو تفاوض مع رجب بكار إذا كان عقده يسمح بهذا بعد 8 و40 ساعة أحمد فتحي طبعاً في الجلسة بعد الكلام ما حصل فأحمد فتحي اللوم قال له طب ما أنا ما أبقاش ليه زي علي معلول علي معلول بياخد 16 مليون وأنا ما أبقاش زي وليه يعني مليون دولار في السنة بقول 16 مليون في السنة ما أبقاش زي علي معلول ليه ده كان الحوار الأولاني أحمد فتحي طلب 48 ساعة مهلا وبعد 48 ساعة قال لهم أنا دلوقتي أولاً ضحيت كتير للنادي الأهلي ولما كنت في أمه صلال وباخد رقم محترم الأهلي قال لي تعالى جيت وسبت الدولارات والدنيا كلها مع النادي الأهلي وساعتها وفقاً لكلام أحمد فتحي الأهلي قال لهم قال لي لا أحمد فتحي هنعوضك وما عوضوش على السنة أحمد فتحي يعني أنا جيت على وعد بالتعويض ولم أعوض وضحيت وكملت فأنا دلوقتي عايز أمضي ثلاث سنين بستاشر مليون وأنا عندي عرض بهذا الراقم وبعدين السنة الأولى عايزها كاش ماني مؤدم يعني ده الكلام ده في النادي اللي هو هيروح اللي هو بيرامد يعني اللي هو من نادي بيرامد هيديني ستاشر مليون سنة مؤدم هيديني سنة مؤدم ستاشر مليون وهمضي ثلاث سنين مش سنتين هتفاتح عنده خمسة وثلاثين سنة بس بيدي الولد بيدي عشان نقول دي ونقول دي طبعا النادي الأهلي أمام هذه الطلبات الأمر بقى صعب نادي الشوئي زعل جدا من الموقف وكيل أعماله وهو اللي ودهش في الدونينتوت وهو اللي ودهها الست وهو اللي حركوا من هنا وجابوا من هنا يعني وكيل أعمال شاطر نادي الشوئي قال أنا من هذه اللحظة لست بوكيل أعمال أحمد فتحي لأنه هو غير كلام وقال نادي الشوئي أنه من حقه يلعب أنه يسعى الأزرق اللون الأزرق وفي عينيك يناديني أو البحر الأزرق أو أي حاجة زرق فهو حط اللون الأزرق وهو لون نادي بيرامد سوشيال ميديا هاجت وماجت طبعا أهو أهو قدامك أهو حركات يعني لما هاجت الدنيا وماجت أم إيه مساحة من على إنستجرام ستولي إنستجرام ده الله العظيم ما نفهم يعني ستولي إنستجرام شالها المؤمن إنه شالها بعد كده النادي الأهلي طلع على صفحته بما يفيد نتمنى لأحمد فتح كل توفيق في مسرته القادر أوتوماتيك على طول قام أحمد فتحي نزل النهاردة بيان طويل بس هو من حق أحمد فتحي إن إحنا نقرهه له لأنه أحمد فتحي تاريخ مع النادي الأهلي طويل جدا زي ما حكيت من 2007 ل2020 بتتكلم في 13 سنة وبتتكلم في بطولات كبيرة جدا وعظيمة جدا ومشاركات رائعة للغاية ومنتخب مصر هنا وهنا وهنا وأولمبيو بتاعي يعني مشوار طويل يستحق إن إحنا ندي له دقيقتين ثلاثة ونقراله بيان قال إيه ببيانه يا سيدي أقول لك حال قال بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أن أن في كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم فلا داعي لنشر الدعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجداء خلافات معهم فلا سح جملة وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخل جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحة فبعد أكثر من 12 عام من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لو لا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإزدال السطار والبحث عن تحدي جديد في حياة مهنية وتسليم الرأي للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي تمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه يا سنة الحياة لقد اتخذت قرارا لأكون صادقا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياة مهنية كلاعب كرة قدم ولا تستمرت أكثر من 20 عام لم أدخل جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن ندينا الحبيب النادي الأهلي قرار يرفضه القلب بشدة ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوع الرأس من الباب الكبير ونحن فيه أو وجه عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير وكما قلت استخرت الله رفعنا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد في مكان آخر في هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتي هذه وأحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة والتي صنعت اسمه لجمية أحمد فتحي يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصدق صوتها في أذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمسندة الدائمة في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفاهم هذا القرار وأنا على يقين بوعيهم التام وفهمهم أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصة بهذا الموضوع كما أحب أن أتوجه بشكر لكل اللاعبين والجهزة الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فتر التوجود في النادي الأهلي ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوما محبا وفخورا كوني واحدا من أبنائه وجمهوره العظيم أحمد فتح تمام طبعا هنا برضو يا أحمد عشان نكون أمناء في اللي أنت بتقوله وهعقب في النهاية برأي تأكيد يعني أنت بس هنا ببيانك قلت بعض المغلطة يعني ما تزعلش طبعا مني المغلطة الأولى أنت بتقول هكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوع الرأس من الباب الكبير ونحن في أوجه عطاءنا كينا نصبح أنت لم تخرج من الباب الكبير لأنه فيه فارق خمسة مليون جنيه في السنة وهعقب في الآخر في الثلاثين بتكلم في خمستاشر مليون وهذا هو سبب عدم خروجك من الباب الكبير إذن أنت لم تخرج من الباب الكبير النقطة الثانية أن أنت مش حاجة تبقى عبء على الجماهير أو على النادي النادي أدرى إذا كان النادي مش عايزك وبيعتبرك عبء كان تعامل معك مثلما تعامل مع حسام عشور لأنه كله مفهاش مجملات يبقى أنت لم تكن على الإطلاق عبء لا على النادي ولا على الجماهير ولو أنت كنت تعب ما كانش تفاوض معك النادي الأهلي لآخر لحظة وما كانش بيرامد جابك ودفع لك الرقم ده إذا النادي الأهلي يعلم إمكانياتك وقدراتك ومن ثم فتح التفاوض معك وفتح قلبه حتى اللحظة الأخيرة من منطلق أنك مكسب للنادي الأهلي ولا استعب عشان ما تستخدمش برضو العبارة ضيب في الكلام كمان قلت في بيانك في الآخر أنه تخذت هذا القرار بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي لا برضو دي جملة مش في محلها المصلحة العامة للنادي كانت تقتضي أن أنت تبقى متواجد في النادي ده النقط اللي هي إيه أولا النادي لم يستفد منك في رحيلك ده طبعا 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 يعني يعني ما هيش مصلحة النادي زي ما أنت بتقول مصلحة النادي كانت فيه الاستمرار والنادي كان قادر تقى هذا الأمر دي بس جملتين أو ثلاث جمل نشيلهم من بيانك اللي أنت عملته ده عشان ما نبقاش احنا بنقول كلام مرسل يا أحمد طيب أنا بس قبل بقول رأيي لما عبدالله سعيد كان بيتفاوض خلاصه ورح للزمالك وبعدين بعد كده بيرامز والقصة اللي ده تدخل فيها أبو ناصر اللي احنا عارفينها كلنا الجماهير أفكركم أسمعكم هتاف للجماهير في هذا التوقيت وهقول لكم إذا ما سمعتوش كويس أقول لكم ألو إيه سمعنا يا حديد يلا يا أحمد يا فتحي خد عبدالله ويمشي دي كانت الهتفات يلا يا أحمد يا فتحي خد عبدالله ويمشي إذن هذا هو كان هتاف جماهير النادي الأهلي عندما كان هناك حوار أنه عبدالله رايح الزمالك وأنه أحمد فتحي بيتفاوض مع الزمالك وبالفعل أحمد فتحي كان بيتفاوض مع نادي الزمالك عشان نكون صراحة وهي معلومة ولولا وكان بيتفاوض لو لا تدخل وقتها المستشار تركي ألي الشيخ لإبقاء على أحمد فتحي في النادي الأهلي وتعويضه مدياً بقوة عشان يبقى في النادي الأهلي وطبعاً وقتها كان أبو ناصر تدخل وسحب طبعاً عبد الله من نادي الزمالك والدال في لبين وكان عايز يرجع عبد الله مرة تانية النادي الأهلي لكن النادي الأهلي قال مبادئ النادي الأهلي وحكاية والرقاء فرح البرمان مهم إذن كان هذا هو هتاف طبعاً النادي الأهلي جماهير ودي كان فيه مباراة إفريقية على ما أتذكر كان مونانا الجابوني في ستة تلاتة الفين وطمانتاشر طيب دي قصة أحمد فتحي طيب أنا عايز أقول رأيي طبعاً لازم أقول رأيي الذي إيه؟ أيوة لا قيمة له على الإطلاق مبدئياً مبدئياً وأنتو عارفين رأيي باستمرار في الاحتراف أي لاعب من حقه أن يغير وجهته أي لاعب من حقه أن يغير وجهته بنشوف في العالم كله بيبقى هنا وبيروح هنا بيبقى هنا بيروح هنا بيبقى هنا بيروح هنا ولا يوجد في العالم كله ما يسمى بالانتماء إلى التشيرت أو إلى النادي في العالم كله احنا في منطقتنا العربية عندنا عواطف وفي مصرنا الجميلة عواطفنا جياشة بزياد يبقى ملخص الجزء الأولاني ده إنه أحمد فتحي من حقه أن ينتقل كلعب كور عقده خلص عايز فلوس أكتر عرض على ناديه رقم كبير مليون دولار في السنة ويلعب ثلاث سنين وعنده خمسة وتلاتين سنة النادي قال كتير وأقدر ادفع 11 مليون فالراجل أخب بعضه ومشي يعني الراجل كان مستني النادي الأهل يديله مدلوش للمشوار الطويل واحد يقول لي يعني 11 مليون أولالين لا طبعا مش أولالين لا طبعا مش أولالين طيب لو أنا بدي نصح كنت لأحمد فتحي قبل ما ياخد هذا القرار لو أنا كمتحة يعني جي أحمد فتحي يكلمني في التلفون ويكلمني مرارا وتكرارا في حاجات قبل كده يعني مش في دي طبعا أنا كنت قلتله الآتي كنت أنا قلتله الآتي مع الوضع في الاعتبار مش هكرر كلامي من حق أي لعب أحمد فتحي أو غيره إنه هو يغير وجهته كنت أنا قلتله إيه أنا كمتحة كنت قلتله قلتله تعالى يا أحمد نحسبها مع بعض أنت عندك جهة كم سنة خمسة وثلاثين سنة تمام بالورقة والألم والحسابات الطبيعية كبيرة موسمين مش تلت مواسم كبيرة موسمين حيثو لن يستجيب العضلات جسمك لن تستجيب عضلات جسمك أو لن يستجيب الجسد لإملاءات العقش يعني العقل بعد السن ده هيقول لك ارفع رجلك متر الجسد هيقول لك مش قادر كفاية عليها نص متر دي قصة يعني بوضوح يعني سبعة أو تنتين سنة ده الماكسيمم عندنا نفمت ده يبقى حاجة جميلة قوي استثناءات بسيطة قوي 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 والتكوين الجسدي بتاع أحمد فتحي يديره دي فكنت أقول له تعالى أنت بتتكلم النهاردة ما شاء الله أكبر وربنا يزيدك في اللي فات كله يعني ما شاء الله الله أكبر له أكبر له أكبر على الفكر نحن في زمن الكورونا يا جماعة أيقننا كلنا أن الفلوس ما بتعملش حاجة والله العظيم ما بتعمل حاجة والكبير بقى زي الصغير والملك بقى زي الفقير دي يعني دي طلعنا بيها من كورونا حاجات كتير جد جد فكنت أقول له أنت القصة كلها إيه انت بتتكلم في 11 مليون وهيعملولك إعلانين مش عارفوا إيه التاني هديك 16 مليون تمام بتتكلم في 5 مليون و 5 مليون كمان طبعا بيراميز دي له 3 سنين بتتكلم في 15 مليون في 3 سنين يعني كنت كده هنا هتاخد 45 مليون لو ربنا أديك صحة و 3 أمر وربنا يديهم لك طبعا هنا هتاخد 45 مليون هنا هتاخد 33 مليون أو إذا كنت هتجدد سنتين الله وعلا كنت هتجدد كامل الرقم نفسه رقم محترم يحمل ورقم كبير الله أكبر ما شاء الله أنا كنت هقوله كده بس ده ما يمنعش أنه حقه عشان أقول دي وأقول دي فكنت هقوله يا ابني استمر في النادي الأهلي لأنه ده بيتك تأديلك سنين طويلة حققت فيه إنجازات عظيمة ونورته والحكاية والرواية كمل كمل السنتين دول واختم حياتك في النادي الأهلي يبس ساعتها تطلع من الباب الكبير بجد ده كان هيبقى رأي له لكن رأي ملوش قيمة خالص لأنه هو من حقه تماما اللي هو عمله ومن ثم أنا بطالب الجماهير العريضة العظيمة إنه ما تتخس موقف منه بمنتهى الصراحة يعني بكلم بأمانة ربنا يعني بكلم بأمانة ربنا هو خلاص أخذ قراره بالتغيير وفقا لرؤيته للسنوات القادمة ربنا ادي له الصحة ووفقا لرؤيته لاحتياجاته المالية خلاص هذا حقه هذا حقه وهي سنة الحياة زي ما قلنا فأنا أرجو 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 من جمهور النادي الأهلي العظيمة العظيمة إنه لا تبالي بهذا الأمر على الإطلاق على الإطلاق خلاص ما هو كهربا جالكم من نادي زمالك مثلا يعني مش مشكلة وهناك حملات للدفاع عنه وكذا وكذا نفس الوضع يعني فسيبوه في حاله ربنا يكرمه ويوفقه يا رب إن شاء الله وكان هذا هو اختياره نتمنى أن يكون اختيار طيب بالنسباله أما نادي بيرامدس الكبير فتعظيم سلام أنه قد تفاوض مع لاعب انتهى عقده وشايف أنه سيضيف له وإمكانياته تناسب متطلبات نادي بيرامدس من اليوم مبروك علي خلاص كده خلاص كده واحد بقى يقول لي هو الكلام ده وقته إن احنا نتكلم في الملايين وإحنا عايشين في الكورونا ما احنا لازم نعيش ولازم نتفاعل مع الأحداث ولازم نقول ولازم نعيد ولازم نزيد وبرضه مش هنسيب كورونا في حالة هنتكلم فيها ده أكيد بس على الحتة بقى اللي قدها زي ما قلنا ونكمل حياتنا بشكل طبيعي حوار آخر ولكن بعد الفصل كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب طبعا عبر الفيديو كونفرنس كيف تم الفيديو كونفرنس وما هي أهم القرارات معنا طبعا متحدث الرسمي باسم النادي الأهلي الوسائل شريف فؤاد يا مسائل أنوار يا مسائل شريف مسائل أنوار كابتن متحد تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام يا أهلي وأشكرك تحياتي لحضرتك وإن شاء الله خير بإذن الله تعد هذه الأيام العصيبة على خير يعني وتعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأول الفيديو كونفرنس يعني كانوا كلهم شايفين بعض في الاجتماع مجلس الإدارة آه الحقيقة يعني مجلس الإدارة حدكت أعلم أنه يعني لابد أن يكون فيه كل شهر اجتماع بالإضافة لاجتماعات الطرقة نعم فاجتماع هذا الإسبوع كابت محمود الخطيب يعني وجه إدارة يعني الـ IT أو في النادي مع الإدارة التنفيذية أنه اتساقا مع جهود الدولة والتوجه بشكل من فكرة التباعد الاجتماعي مجلس الإدارة أيضا ينعقد بهذه الطريقة فالحقيقة تم التجهيز وحضر بنفسه هو إلى مقر النادي في الجزيرة وبيت السادة عضاء المجلس كانوا موجودين في مكاتبهم في أماكن عملهم أو في منازلهم وتم الاجتماع ونوقش فيه عدد من الموضوعات أهم القرارات إيه باشي يعني هو طبعا فكرة الاستمرار بتعليق نشاط الرياضي على مستوى النادي كله وفروعه استمرار إغلاق النادي وفروعه تماما يعني التزاما بقرار السيد رئيس الوزراء في هذا الإطار في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بيتخذها النادي الأهلي والدولة بشكل عام للحد من انتشار فيروس كورونا وإن شاء الله يعني ربنا يكرم بإذن الله وينحسر هذا الوباء كابتن متحك كمان كان فيه توجيه بقى حضرتك عرف أنه يبقى فيه تبيعات ما فيه الشك الصادية على العالم كله وعلى كل المؤسسات اللي بتشتغل بالنادي الأهلي طبعا مؤسسة من هذه المؤسسات في رعاية في نشاط رياضي في مسابقات توقفت يعني لتجنب هذه الأثار السلبية كان فيه توجيه من الكابتن محمود الخطيب للاستفادة من خبرات السادة على مجلس الإدارة أنه الناس تقدم تصورات وتقدم خطط عمل إزاي نقدر نبحث عن موارد إضافية عن تنمية مواردنا بشكل خلاق ومقطع كمان للإدارات المختلفة في النادي سواء الإدارات التلفزية أو النشاط الرياضي أو قطاع الكرة أو قطاع النشئين أو حتى الأكاديميات إيه تصوراتهم من المدربين إزاي إذا تم استمرار التعليق لفترة أطول نتجنب الأثار السلبية في تجديد الأجهزة الفنية بمتابعة اللاعبين يعني حرك عرف النادي الأهلي شديد لانضباط في هذه النقطة وما بيصفش حاجة للظروف ولازم يكون فيه دايما تحسب وفيه خطط بديلة صحيح ده كان أبرز ما تم في طيب الفترة الأخيرة دي يا سيد شريف يعني مؤمن ذكرية تحدث ويعني وسرب بيانات ومعلومات أنه لم يحصل على مستحقاته لم كذا لم كذا برضو حكي تقول لنا الرؤية الحقيقية للموضوع يعني أنا بشكرك على هذا السؤال كابت المتحط ومهم طبعا نوضح للناس يعني لازم مؤمن ذكرية شخصيا يكون على يقين ومؤمن أنه ابن من أبناء النادي الأهلي وأنه النادي الأهلي لن يتخلى عنه مهما كانت الظروف وكان يعني ده توجيه من الكابت المحمود الخطيب ومجلس الإدارة وانعقد مجلس إدارة يوم 28 يناير يعني منذ أكثر من شهرين كابت المتحط للنظر في كيفية مساعدة يعني مؤمن حتى يعبر هذه الأزمة الصحية إن شاء الله يعود سالم غانم وربنا يتمش فعلي حذك تعلم أنه مؤمن لظروف الإصابة أو هذا المرض النادر لم يقيت في قيمة الفريق وبالتالي في ضئيس النادي أعتقد أنه بعد كمان مكافآت لفريق الكرة بتاع النادي الأهلي عقب مباراة الأهلي والهلال السوداني هو طبعا المسشر تركي كان أعلن عن هذه المكافآت واللعبين كانوا على قدر المسؤولية والجهاد الفني يعني لأكون أمين أنا ما عنديش المعلومة دقيقة هل اللعبين صرفوا هذه المكافآت أو لا كابتن ملحك لكن ما قدمه المسشر تركي آلة الشيخ وأعتقد ما هو منتظر أن يقدمه أكبر بكثير من فكرة المكافآت الواجل عنده طموص وعنده أحلام كتيرة لبنادي بصفة عاشق ومحب ودائم التنسيق مع مجلس الإدارة لأنه كمان بيبقى فيه ضوابط مجلس الإدارة يعني بتحرك في إطارها كابتن متحط لأنه محرك تعلم والحصول على موافقات الجهة الإدارية وما إلى ذلك لكن يعني أنا كشريف فؤاد وكمتحدث باسم مجلس جارة نادل ألي يعني أتعشم وأنا متوقع أنه المرحلة المقبلة بعد انقشعة بس غمة كورونا وعودة حالة طبعاتها أنه يكون فيه مزيد من التعاون والتنسيق بين المستشار توركي على الشيخ بصفة رئيس شرف النادي الأهلي وبين الكابتن محمود خطيب اللي بيقود القرع الحمراء كرئيس لمجلس الإدارة بحيث أن هم يعني يحطوا النادي الأهلي في مكانة ثانية خالص وفي مكان يليقبي بإذن الله سواء في مجال الإنشاءات في مجال قطاع الكرة في أحلام كتير وفي خطة عند النادي الأهلي جاهزة الشار توركي أيضا الحقيقة الراجل مشكورا وبيؤكد دايما على هذا المعنى أنه ما يطلبه مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن وحمود الخطيب على طول يعني بيعطي التوجيه بتنفيذه على الفور فإن شاء الله نتمنى أنه المرحلة المقبلة تشهد مزيد من التناغم والتنسيق والتعاون لصالح الكرة المصرية في شكل عام ولصالح النادي الأهلي والكابتن بشكرك أشف بيه شكرا جزيلا حقيقة لحضرتك أنا لبشكرك شكرا جزيلا بقدرش أحجزها عن حضرتكم يعني وهي بعلومة لطيفة يعني هو بعد مباراة طبعا الأهلي والهلال السوداني قرر مستشار توركي الشيخ أنه هو يصرف مكافأة للفريق الأول لكرة القدم بواقع حوالي ما يوازي حوالي مئة ألف جنيه مصري لما اتصل المسؤول المالي بكابتن الخطيب مسؤول مالي مع المستشار التوركي بالكابتن الخطيب عشان يبعت له أسماء فريق الكرة فهو بعت له 52 اسم وقال له لا إحنا مش هندل الأرقام الكبيرة دي لفريق الكرة إحنا بعت له أسماء كرة وسلة وطيرة ويد وتنستاوك كده يعني على أنه الرقم يتوزع على كل اللاعبين اللي أنا قلت لعباتهم دي بواقع 30 ألف جنيه لكل اللاعب فطبعا المستشار التوركي ما عندوش مشكلة في أي حاجة يرتقيها النادي الأهلي طبعا وجهة نظر خطيب على ما أعتقد أنه هو هي فرصة لمورادات كل اللاعبين وهي يعني وجهة نظر تحترم وعلى فكرة المبلغ اتبعت نحن نحن نراضي كل الرياضين اللي عندنا هذا هو الأمر ودي معلوم ما يحدش يعرفها على الإطلاق طيب يبقى احنا كده عارفنا الموقف الخاص بموضوع مؤمن داكريا داكريا وأنا هتصل بيه إذا كانش شافنا وهقول له يتواصل مع سيد شريف فؤاد على طول علشان ننتهي من هذه العملية لأنه كل يوم التاني بيبقى فيه كلام على الموضوع دا عايزة فرقكوا كده على كام فيديو بقى لطيف كده تشوفوا كده أخبار الكورونا وما الكورونا ورينه ورينه يا حب عمل لنا هسس كورونا دا عمل لنا هسس مش ممكن اللي احنا بنشوفه دا مش معقول طبعا في الوقت العادي لو كنا الحاجات دي تزاعد كانوا يقالوا دا الناس دي يعني تفاهمين يعني لكن الناس قعدة في البيت تفاض والله أبدا تشغل وقتك يعني زي ما كنت بس مع الدكتور أحمد عكاشة كانوا زايعين وهنا عندنا في القيرة والناس بيتكلم بيقول غيروا عادات البيت شوي افتروا كلكم مع بعض وتغدوا مع بعض وتعشوا مع بعض وتكلموا وانتوا قاعدين يعني بتكلم على الأسرة طبعا على البيت يعني وبعدين اقرأ كتاب مش عارفه بتاع نوع في مشاهدك زي ما انا قلت بكده يعني هتلاقي مع الوقت حصل اعتياد اليومين دول هم أهم يومين أهم يومين ان احنا ان شاء الله يا ربي بإذن الله نخلص من هذا الفيروس بإذن الله لازم تتضافر كل الجهود عشان نقضي عليه أهم حاجة التباعد الاجتماعي والمكوث في المنازل كمان النهاردة واحد صديقي بعث لي صوت انا معرفش ده صوت مين الحقيقة لكن برضه هو سجل في زمن الكورونا يعني وحاجة يعني اسمعوها اسمعوها كده اه والله انا معرفش مين دي بس اعتقد الصوت انا مش خبير اسوات لكن الصوت مشجي مشجي طيب من النمسا صديقنا العزيز ومالك نادي الاسيوتي سابقا والذي اصبح بيرامد حاليا الحاج محمود الاسيوتي يا مسائل انوار يا حاج محمود يا مسائل انوار يا كبت المدحب عادتك لك وتحياتي لكل الاهلين في مصر ده مكتبك ده في فينة ها ده مكتب في فينة قدام الابرة على طول كان الابرة اللي انت لك كتير طبعا وللأسف الشارع فاضي ما فيهش يمكن شخص او شخصين اه لان انت عارف ان هو ما فيش حظر تجول لكن الشعب نفسه عامل نفسه حظر تجول محدش بينزل الا في الضرورة القصوى للأعمال المهمة يعني المكاتب والناس بتروح يعني محدش بيتمشى قالت في الشارع الله يعني يعني حكومة النمسا ما عملتش حظر تجول خالص لا مش عاملة حظر تجول خالص لان انت عارف ان الشعب هنا متفاهم وهو عامل نفسه هي دايما بتعمل ارشادات للشعب وبتقول النزول للضرورة القصوى للمكاتب اللي الناس اللي عايزة تشتغل ممنوع يتواجد في المكاتب في اكتر من واحد في غرفة في كل المكتب يعني المكتب ثلاث غرف يبقوا ثلاثة أفراد بس اه الناس بتنزل لو في صيدلية زي كل العالم في صيدلية تشتري من السوبا مارك غير كده ما حدش بينزل خالص يعني طب ومحلات اللبس والحاجات دي فتحة ولا قفلة كله ده قفل كله ده قفل من تقريبا من من ثلاثة أسابيع محلات المطاعم واللبس والمحلات الأدوات المنزلة ما فيه شغير حاجتين فقط الصيدلية والصوبا مارك تلاثة أسابيع والمتشفيات والعيادات والدكاترة طبعا ده شيء مهم فتحين والمكاتب الشغل الإداري لان فيه شغل ما ينفعش ما يتعملش بس حطين شروط للمكاتب يعني احنا في المكتب مسلا ما يزدش عن ثلاثة لو فيه ست موظفين لازم ثلاثة يعودوا في البيت ما ينفعش ينزلوا كلهم يعني فالناس ملتزمة بالشروط وأكتر يعني يعني حتى الترام وكل المواصلات تقريبا فاضية أنا طبعا جيت مكتبك ده وعارفوا المكتب ده وانت بتبص كده على يدك الشمال بتشوفوا الأوبرا ومنظر تحفة وفينا من أجمل وبعدين مطعم عالي بقى لكنا بنكل فيه بقى حتة الفليل جميلة دي والبطاطس الحلوة والجوة العالي ده خلاص كله دلاتة واقف ده لا كله هاتي البيت للأسف دلوقتي ربنا يجيح الغمة على العالم فترة وهتعدي إن شاء الله فترة وهتعدي طيب قولي قولي بقى إن شاء الله يعني درداشة كده سريعة بنسلي بيها الناس إنت نادي الأسيوتي أعدت كم سنة لغاية لما اطلعت دوري ممتاز؟ إحنا المفروض هي أربع سنين إحنا عدنا خمس سنين وفيه سنة تلغى فيها الدوري إن هي كانت ثورة خمسة وعشرين يناير تلغى فيها الدوري يعني إحنا خمس سنين زائد السنة اللي تم لغاء الدوري فيها صعدنا للدوري ممتازة أمنا نقعد نادي لفيانا لفيانا بقى بعد المفروض عندنا دلوقتي خبرات كافية نقعد في خلال أربع سنين وده الخطة الموضوع أن فيه سنة تلاتة وعشرين أربعة وعشرين إن شاء الله وبإذن الله لفيانا يكون في الدوري ممتاز المصر إن شاء الله أنت دلوقتي عملت نادي ثميته إيه لفيانا؟ لفيانا يفيسي والترخيص جالنا من أسبوع من وزارة الشباب والرياضة لما عملت مداخلة يمكن معاك من شهرين كنا في صدد تجهيز الأوراق وكل حاجة الحمد لله الترخيص جاء من أسبوع من وزارة الشباب والرياضة وبإذن نادي بحسب قانون الرياضة الجديد الترخيص بيجينا من وزارة الشباب والرياضة بتلات سنين وبعد كده بيتجدد لو إحنا أسسنا النادي وهنشترك في منطقة بان السويف إن شاء الله من الموسم القادم ربنا سهل والرياضة تعود بخير وكل حاجة تبقى درجة رابعة بقى حاجة محمودها درجة رابعة درجة رابعة درجة رابعة عملت الفرقة كونت الفرقة؟ لا أول فرقة طبعا مش هيعرف نكونها لأن إحنا طبعا لسه الدرجات ما خلصتش الدرجة التالتة والتانية والرابعة دوري توقف إحنا دلوقتي قادر أقولك إن إحنا لسه عاملين اجتماع مجلس إدارة عاملين كونفرنس 11 واحد وكنت أنا من هنا مدفيننا من المكتب عملنا ابتماعه ونقشنا أصر قزمة كورونا على استثمار الرياضة لأن إنت عارف إن إحنا عندنا استثمارات في الرياضة كتير في مصر وفي النمسا وفي أماكن كتير جدا فإحنا متضررين جدا طبعا من قزمة كورونا فتقريبا يعني إحنا محدش قادر يفكر لإني محدش عارف أنت عارف الرياضة بقى جزء كثير من اقتصاديات العالم وكله دلوقتي فمحدش عارف يفكر لأنه محدش عارف حجم المصيبة أي حجم الكارثة إيه يعني نتمنى تكون مثلا تخلص آخر أبريل نتمنى تخلص آخر مايو محدش عارف إزاي دلوقتي لا في حكومات ولا منظمة صحة عالمية ولا أي حاجة تقدر تقول حجم الخصائر لا إن شاء الله إن شاء الله مش هتطول بإذن الله إن شاء أنه أي فيروس في الدنيا لما مرت علينا أو بيقى قبل كده بياخد وقت محدد والكرف بتاعه بينزل وبعد كده يكونوا عاملوا بقى مصل ولقاح حتى لو جاء تاني يبقى عندنا إن شاء الله الدواء بتاعه فبقول لي أنت بقى بعد بقى الفترة الأسوات الحلوة دي وكنت متقلق في الدورة هان عليك تبيعه ولا المقابل كان شديد ما تقدرش إن أنت تقاومه والله إحنا من الأول كنا واضحين جدا إن إحنا بنشتغل في الاستثمار الرياضي فاستثمار يعني أنت بتعمل حاجة عايز تكسب وتشتغل وتعمل كيان اسمه وبرندات كتير في العالم الناس بتعمل برندات كتير وبتبيعها في الآخر صحيح صحيح وبتعمل برندات تانية وبتعمل برندات تانية للأسف كرة القدم ماش مرحبة وماش استثمار الغاية دلوقتي يعني كرة القدم أنت في الدورات الممتازة أنت النهاردة كابت المتحد العالم كله قاعد بيفكر إزاي في الكارثة اللي بتمر على العالم وإزاي نخفض عقود اللعيبة وإزاي نوفر وهنعمل إيه وإحنا ما زالت الأندية كبيرة في مصر تتعاقد مع العباب المرايين وكأننا احنا منعزلين عن العالم بالرغم أننا عندنا مدخلات كرة القدم يعني مدخلات معدومة محدودة جدا الأهل والزمالك لكن عشان الجمهورية وعشان اسمهم وعشان أندية اجتماعية أنا عندي يقين كامل أني قيمة العضويات في الأندية ريال والزمالك بتدخل ما زالت بتدخل في كرة القدم يعني أنت بتدخل ما فيش شركات الكرة القدم قائمة بنفسها لو كانت في شركات قائمة على كرة القدم بنفسها ما كانتش الأوضاع هاتوبة بالشكل ده المهاردة أنا معاك أنا معاك ملايين والعالم دلوقتي كله قاعد بيرتب أموره هل خفض العود سبعين في المية ستين في المية عندي كتير خفضت العود سبعين في المية عشان يقدروا يدفعوا للعمال من اللعيبة لأن اللعيبة بقى عندها فلوس كتير جدا فاللعيب يقدر يستغنع مفروض بس في عمال غلابة بتشتغل برواتب هليلة فاللعيبة دي على الأقل بتسيب جز ده المفروض ده المفروض طيب قل لي حاجة محمود سريعا كده بالنسبة للكرة الموحدة اللي انت كنت هتوردها لاتحاد الكرة تم الموضوع على لسه تم احنا خدنا موافقة الفيفا التخير كان من عندنا احنا لكن احنا الحمد لله لسه الأسبوع ده واختين انت عارف سويسرا بيشتغل من البيوت كمان دلوقتي يعني الفيفا بتشتغل من البيوت فاحنا كمان لكن في ظل الكورونا احنا الكرة قادت 3 سابيع في معامل سويسرا وتم اختبارها واقتمدت رسمي من الفيفا واخدنا الموافقة وهنبدأ بقى وصنعنا فعلا كور الفيفا وهنبدأ بقى لما الحياة نشوفها ماشية ازاي نبدأ نشوف الاتحاد الكرة المصري عندنا جنوب افريقيا طالبة ان نلعب كورة تمبو هتبعد كم كورة للاتحاد المصري كم كورة للاتحاد المصري مفهوض لا احنا لسه ما زلنا ما تكلمناش لان الاتحاد المصري احنا كان التأخير من عندنا احنا من الترخيص الفيفا واحنا كورة موجودة بالفعل احنا عندنا عالف كورة موجودة في مصر درواتي اه محتمدة من الفيفا هنحط عليها الخيط من الفيفا اللي وصلنا وبعد كده هنتفاوض مع النادي المصري اذا كان نتماني الدور السنادي طبعا يكتمل وممكن السنادي لو لو وصلنا صفة اتفاق بيننا وبين الاتحاد الكورة مصري هتمنى طبعا لان الدور المصري دور عريق ولما نبدأ لما تبدأ تكون التمبو بداية قوية مع دور دور المصري هتنتشر اكيد من دوريات المصنفة عالمية هتفرق كتير معنا فانا تمنى ذلك يعني واخذ دوريات اخرى اخيرا في كلمة واحدة هترشح نفسك لاتحاد الكورة مجزء لاتحاد الكورة والله يا كابتل مدحة المقدرش برضو ان لازم اكون صادق معاك اه مفيش مشكلة لو انا حتيت ان انا ممكن اخدم الرياضة في مصر وممكن عندك النية عندك النية عندي وما عنديش عند النية لو لقيت الاجواة طالحة والمجموعة اللي ممكن تبقى موجودة ممكن تفيد الكورة المصرية لكن لو الموضوع حد تكلمك ينسق معاك حد تكلمك ينسق معاك يعني ما اقدرش اذكر اسماء لا ما اقدرش اذكر اسماء اه احتراما للجميع يعني لكن في كلام طبعا من كل الجبهات اه انا اجلت الكلام لغاية لما شوف الليحة كمان هل هيعتمدوا الليحة 96 نادي الجديد هل هيعتمدوا دي ها هيعتمدوا دي 55 نادي اعتمدوا هل مين اللي هيقدر يدخل اللي يدخل او ما يدخل شي يعني انا اتمنى من الاجواء طبعا اجواء طبيعية لان احنا ده عمل عام الناس بتسرك من جيبة وبتضيع وقتها وبتاخد جزء كبير من العمل خاص كمان فمش معقول هناخد هنستقطع جزء من العمل خاص وما نفيدش بلد لو بي حاجة هنفيد بص طبعا هننبع احنا اول ناس هنفيد الكرة الجزرية ومش هنقول لا ابد انا بشكرك اتمنى كنت برض قول 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 سريعا اتمنى اتمنى اه موضوع حتى احنا النهاردة كنا بنناقش في المجلس اللي بقى فرنس وانا سامح حضرتك بتنقش ناس كتير فيها يمكن موضوع كورونا ده يرجعنا لتخفيض العقود اللي هي اصبح شيء مبلغ فيه جدا كمان يودنا الحتة تانية ان العالم ان ممكن شركات التأمين بعد كده تأمن على عقود اللعيبة بحالة حدوث كوارث او حاجات قهرية زي اللي بتحصل درواتي يعني وده شيء وارد يعني ممكن الموضوع دلوقتي لان فيش حاجة ما الغاية دلوقتي التحدي الدولي رأيه بقولك كله بالتراضي يعني لو لعيب ما وفقش ان يخفض عائده محدش هيقدر ينزل من عائده اه طبعا اه محدش هيقدر يخفضوله فتمنى من الاندية تطلع بالازمة دية بايجابيات في المستهبت شاء الله اجابيات اني سهل جدا شركات التأمين حالة وجود كوارسة سمح الله او حاجة الظروف قهارية تمام او كوارسة دي ممكن تحل مشاكل كتير اختم لي بقى مفهوم الفكرة ورصة اختم لي بقى انت بتتكلم انت كم سنة دلوقتي في النمسا انا دلوقتي في النمسا من سنة التسعين يعني تلاتين سنة بتتكلم نمساوي اكيد طبعا طيب واجه كلمة للشعب المصري واجه كلمة طيب أنا أقول للشعب المصري أننا العالم كله دلوقتي بيمر بأزمة فيروس كورونا وأتمنى أن الناس تلتزم بتعليمات الحكومات وتقعد في البيوت عشان نحافظ على أسرنا وعشان نحافظ على أطفالنا ونحافظ على أهلنا كله على مجتمع أتمنى إن شاء الله الخير لمصر وكل العالم شكراً أكبت المدعب شكراً شكراً حاجة محمود أشكرك شكراً جزيلاً بني خليك يعني حاجة برضو جميلة زي ما سمعناه الحاجة محمود الصوت في البداية قالك إيه قالك أن الحكومة نفسها شوف بقى برضو هنا برضو حتة الوعي وحتة الإدراك عند المواطن الحكومة ما قالتش في حاص لكن ناس من نفسها عملت حاص ده وعي عالي جداً جداً للمواطن مواطن نمساوي فاهم إنه طبعاً شايف التلفزيونيات في الدنيا كلها شغالة بحكاية ورواية فحاسس إن الموضوع ما فيهوش هزار وبالتالي هو من نفسه دون أن توجهه الحكومة وتقول في حظر من كذا لكذا وبالنسبة للأشغال كذا كذا قالك ما اجتمعوش ثلاثة في قوضة واحدة فقط لغير قال لي بالك الرقابة صارمة بتبقى الرقابة صارمة والحكومة بتبقى جدة جداً جداً في توقيع العقوبات لمن يخالف والمحلات من نفسها بتاعت الملابس وكلام ده كله قفلت لأنه الناس ما بتنزلش هيفتح بقى يعمل إيه وجيب كهرباء وما كهرباء وعمال وبتعفى الناس قفلوا طبيعاً طيب حوار آخر ولكن بعد الفاصل مباراة لا تنسى في حياة النجوم مبارتنا النهاردة في نهاية إفريقيا دوري الأبطال ألفين واحد الأهلي أمام سانداونز في استاد القاهرة أحد نجوم هذه المباراة كان نجم النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد أبو مسلم يا مساء الأنوار يا بوكبات مساء الأنوار مساء الأنوار وسعيد مع لنا مع حضرتك وطبعاً متولك ربنا يخليك ويا سلام على أعدتك كده ورمية كتافك لورا كده باك لفت جامد جداً رياحنا شوية كابتن متحد طبعاً بعد الكرة وكده والدخوط اللي كانت علينا فأكيد الواحد دي مساء دا ياخد فترة راحة طبعاً تعرف نتعلم الشيكة منك كابتن متحد لا لا دا التقابل الشيكة وبعدين شايف في سنة زيادة في وزنك دي الصورة كده ولا أنت فيها زي شوية لا أنا مغرب أنا مغرب أه 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 حلو كده أه حلو كده أنا عايزينك دايماً كده رشيق وجميل يعني لا يا ربنا خلي حضرتك كابتن متحد عايز قبل ما أسألك على الماتش دا أفكرك بأهدافه الثلاثة بتوعى خالد بيبه الثلاثة ها؟ أه طبعاً خالد بيبه الثلاثة خالد بيبه الثلاثة خالد بيبه هفرجك على الأهداف وبعدين أكلمك عن ذكرياتك في المباراة دي يا حبي ماشي كابتن يا الله بيبه قلي بقى يعني الماتش دا كنت انت قدي ايه بقى قدي ايه في النادي الآلي والله كابتن الماتش دا احنا كنا عندي بالضبط 17 سنة أو 18 سنة ونص بالضبط عشان كنا بنلعب في عائطة كاس العلم مغيين بعد كاس العلم كنت أنا مجموعة كبيرة كان موجود حسام غيالي رضاش حياته شيتوس عدم مصطفى حسين أمين كنا مجموعة كبيرة جداً جايب علي كاس العلم كاس العلم للشباب اه كان كاس العلم للشباب وكان اول بطول لنا في افروكيا مع مصر مانو الجزي مم فكان عمارة في كنا متوسطية يعني 18 سنة ونص فتاعة اهم مرة نلعب بطولة افروكيا وكانت ندل اهلي كان بقى لس كام سنة ما اخدهايش بقى لبطا عشر سنين عشان اللي بسحاب ساعتها اللي كانت لو قبرة كانت موقع عن ندل اهلي اهم مطش لها في ندل اهلي واول هدف كان بيميني كمان انت عارب يعني اللي انا اخش والفانيين دي يعني بتبقى صعبة شوية اهم كانت الحمد الله يعني ربنا على نزال اللي احنا جبنا ثلاثة فالمطش حيمة خالص يعني المطش خلص خالص يعني ثلاثة ديت فأنا هيتم له اللقاءات خالص دي بداية شوية وقال اه نركز عشان في افريقيا المطش يعني السمطش اللي العودة في مصر هيبقى صعبة جدا فركزنا كويس جدا وكان في احداث طبعا لوحد مينزحاش في الكورة متا ان لو اول لقاء لينا مع كابتن صالح سليم يعني انا اول لقاء ليه شخصي مع كابتن صالح سليم في فليتوا مركز يقول لي لا اه مطروح نص ملعبة كل عبسة احنا مطروح الناحة التانية ايه لا معلطون تكش كوره كتير عشان ما تضربش اهم دول كلمتون بتوع كابتن صالح طبعا هو شافك كمان في كاس العالم للشباب اه طبعا هو شافنا وشايف بس انا مكونش تواقع كابتن صالح سليم قيمة او قامة كبيرة اللي هو هياخد باله مسلا لسه طلعين تموتشاف سانية يعني لسه من الكلام كبكورة يعني اه فاكر فاكر التشكيل اه يا احمد اه كانت لان فاكر طبعا التشكيل قول لي وكان اه كان وقيا الجمعة وشادي محمد اه ينزل بيها فكان هيلبسها وينزل بيها اه ابراهيم انت هتعمل ايه قال له هلزل تعال له خلاص تخده دو ما كنش قال له لا لا خلاص هي ورح اليها بس على ما خلصها طبعا اللقاء يعني وكسبنا لبسها بقى في التراك يعني من الاحتفال وجدائي اه يبقى احنا بنتكلم على عصام الحضري اه اه وبعدين ابو مجد مصطفى في اليمين احمد ابو مسلم في الشمال ايوه وبعد يوم في القلبة كان بتلعبه بليبرو اللي هو ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد كان بيلعبه وبعد كده هادي وشهادي واق الجمعة اول ايوه ايوه شهادي واق الجمعة وبعدين حسام غالي وجنب واق الرياض ايوه وسيد عبد الحافيز وخالد بيبو ومحمد فاروق تمام كده اوه وبعدين هادي وبعدين هادي خشبة نزل مكان سيد عبد الحافيز ايوه بزبط كده دي دي كانت التغييرات اكيد اوه اي دي التغييرات والمواصل ده لاحب ما ينسهوش يعني فريقا قوي جدا وكان حتى مثل ما انا الجزية قال لنا فرقتين انا ما انسهاش يعني اقال لك فرقتين اللي اما في المجموع طاعتنا اللي نوصل معاهم لسان داون بنترها تليتكو قال لك بنترها تلكو الصعبة جدا وصراحة بتليتكو انا فاكل ماتش اللي هو كسبتنا 4 اثنين كان ماتش صعب جدا جدا اه جدا كان ماتشات الجيم اه انت رحت الاهلي من مزارع دينا انا كانت ان كنت في ناشئي لدي الاهلي وانا عندي 8 سنين سن بتاعنا 9 و 10 و 11 ومشيت كان فيه طبعا موليد 80 املينا اللي هي تعمل كاس العالم اللي هو دكتور محمد علي كان لعيب معاكو اه كان لعيب كويس ولا على قده? لا 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 كان لعيب كويس. كان لعيب كويس. طيب قل لي بقى يا احمد اخيرا رأيك في انه احمد فاتحي مجددش مع النادي الاهلي وهينتقل خلاص لبيرامد. رأيك انت الشخصي بمنتهى صراحة دون ان تجامل اي طرف متطرفيه. طبعا كانت متحك انا مش جامل لكي بس احنا بنتكلم هي دي لها نقطة احترافية. ونقطة عاطفية. لو بينات عاطفية النادي الاهلي وجمعين النادي الاهلي وش متوقع احمد فاتح هي ضريعة من حاجزة كده. او متكمل متوقع النادي الاهلي يعني جدد مع احمد فاتح. صيا في هذا الموقف. انت طبعا عارف التفاصيل المالية بتاعت العقد هنا وهنا صح? اكيد طبعا. عارف اكيد. لو انت شخصيا دون ان تجامل اه جمهور الاهلي ودون ان تجامل احمد فاتح. وانت كنت لعب لي قدرك وقمتك الكبيرة جدا في النادي الاهلي. لو انت شخصيا قرارك هي بقى ايه? انا كابتل قراري مش اجامل والله بس انا كنت هكمل في النادي الاهلي. اه انت عارف كابتل متحط اللي تربية النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي في ناشئين النادي الاهلي. اه ما بيدرش يعني حتى لو اداله فلوس قد ايه? انا طبيعتي في النادي الاهلي وانا عندي ثمان سنين وروحت وجيت وانا لعبت كابتل متحط في الفرنسا ولعبت البنجيكا ولعبت في عندها كتير بس اه من احسن الفترات حياتي او حبي وانتمائي موجود فانا بتصل من ناحية اللي انا بالعرض كانت كبت المتع تعرف الفلوس بتروح وتيك يعني الموضوع مدي بس تأدير واخدين سمعين سوطاك على الشاشة على طول كبت المتع يا رب يخليك يا احمد اشكرك يا حبيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا كانت هذه حلقتنا نتمنى ليكو يا رب السعادة والهدوء وزي ما دايما بنقول يعني خد الامور كلها بهدوء ما توترش نفسك بدون داعي بمشيئة الرحمن نحن باذن الله شاء الله محميين برحمة المولى سبحانه وتعالى علينا كمصرنا الجميلة نتمنى يا رب المصر وللعالم كله ان شاء الله تزول الغم وستزول باذن الله ستزول ستزول هذا امر مؤكد شاء الله باذن الله الوقت هو الفيصل في هذا الموضوع ومن ثم انتزامنا ايضا هو الفيصل في انهاءه بمشيئة الرحمن اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته